هنيدي اكتر نجومية مني لا يمكن بيقولوا ان انت غيرت من هنيدي على حسب وجهة نظرك انه سرق نجاح اسماعليه رايح جاي منك وحقق نجومية اكتر منك في السينما حقيقة صح طب ليه وقتها طلعته هاجمته مهما هاجمتش حد لا هاجمته لا والله محمد خالص طب شوفه ورد عليك قالك ايه نزلون لا لها باشت ولا حاجة وانا حصل حاجات كتيرة جدا جدا وعندي الحاجات ديت وكل ما بقرأها بقول لي يا محمد يعني ايه اللي حصل احنا نجحنا يعني اذا ما زال هناك خلاف بينك وين محمد ما حصلش خلاف ما حصلش خلاف لكن في نفسية محمد فؤاد شيء ما بس انت عارف ده معرفوش بس عارف ان في حاجة انت عارف من الاتراف الجرائي يا محمد فايد قول لي محمد فؤاد قال كذا وكذا هترد قول لهم لا انا مش عايز ارد خلص استاذ محمود سعاد بيقول ان جلستك الخاصة في شيء ما لا الله محمد هندي بيقول انه يعني الصحافة برضو في شيء ما انا مغيرش من حد وما متوجدش اللي انا غير منه ده وش عشان تبقى فاهمها لسبب لان انا يعني مغيرتش من هنينسي اغير منه ازاي هو اجيبه معايا فيلم ولا تدايقت منه اه اتداي منه ازاي هو اجيبه فيلم ولا نفسنت منه اه نفسني ازاي وانا جاي جايبه عشان اه ما انت ما جيبتوش تاني بعد كده في اي فيلم يا ست وانا عملت اللي انا عدي بعد اسماعلاها خمس سنين ما عملتش افلام هو عمل فيه اربع افلام ولا حاجة يا بسمة اللي بيغير اللي بيغير من صحابه ده انا يبقى عنده نقص بلاش عالم الملائكة اللي انت هتعيعيش في ده والله عظيم انا كده يا جماعة هعمل ايه طيب انتوا تخلونا غير انا كريت اسمعلا ده اللي هو اللي تسوق ليه ان محمد فؤاد بيغير من هيني دي او بيغير من غير هيني اي اي او من حد ثاني انت هجمته فعلا والله ما هجمته انا هجمت اسمعلا مش تلقت في البرامج هجمته يا ست ما قدرش هجم ين ايه ده هجمه ازاي ين ايه ده هجمه ديه ان هو كوش على النجاح انا قلت كده ايوان انت سمعتين قلت كده بهذا المعنى انا تفرقت شوية النهارة قلتيني حتيلي اللي انا قلته كده ما انت بتجيبي فيديوهات طب انت شايف استاذ محمود سعد قال ايه حتيلي وانا بقول ان انا في شيء في صدرك انا بقول يعني انت هتخش جوه صدري بقى لا ما تاخدناش جوه صدرك لا صلى عن ابي انا كان الحوار ان انا كرهت اسماعالية راح جاي لان خلق حالة من الكر من الكر اللي ما كنتش هتخيل ان ده موجود انا راجل محب سمعيني يا بقى شو بسيبك من الابطال في الساحل كلها يعني انا لقيت في حروب 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 نجوم من اللي من اللي ينتجوله ومن اللي يقعدوه في البيت ومن اللي مش يا جماعة واحنا بنعمل اسماعالية انا بلملم صحابي عشان اعمل فيلم نفتح السينما لينا كلنا طب فيه ناس كانوا بيصخنوكوا على بعض انت مركزيش في اللي انا قلتوا انا انا سمعت انك انت قلت انه فيه ناس كانت دخلت شر في الموضوع لانهم ما كانوش عايزينكوا تنجحوا تاني طبعا يعني فيه شلالية كانت انتوا مستهدفين وهل يغفى ده عن حد يعني لكل الوسط عارف ان ده موجود يعني طب اتنين كسروا الدنيا مع بعض ازاي ما يشتغلوش مع بعض تاني ما تقولي ليهم ما تقوليش لي انا طيب يا هنيدي فناني عظيم ليه معدتش التجربة رغم هذا النجاح الساحق مع محمد فؤاد سمعيني ومش شرط يعيدها لو هو ربنا كتب يعني طريق اللي هنيدي يبقى متفرد بيه وبيقدم اعمال اي حد وصل لهنيدي ان انا ممكن اغير منه يبقى عبيد يعني يعني انا اجيبك ازاي معاه فيلم ولا متداق منه اسمعي بس يا بسمة انا اللي كتبلك تضحك ازاي انا اللي كتب الفيلم انت اللي كتب لهنيدي ضحك الناس ازاي ما تقول للصراحة انا مش عارف مش فاكر يا راجل تراجعت يا بسمة انت قلت كده دلوقت مين اللي كتب الفيلم مما محمد فؤاد اللي كتبه انت بتكلم ازاي اه يعني انت اللي كنت كتب الافيهات وكتب كل حاجة والله العظيم تلاتة انا مستدفين ومعاي احمد البيه طبعا عشان ما حق الراجل يعني انما ماسك ورا وقلم مشهد 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 في اللي انا كتبه له وفي اللي هنيدي قاله بلسانه كتبته عشان يقوله يعني كل ده ده انا محب ليك و يعني متزعلمن وعايزك تنجحه يعني متزعلمن تطلع في الاخر تسوق على ان انا اغير منك هل طب انا انا محتاج السينما عشان اغير منك اساسا ينفع كده ايه الهبل اللي احنا فيه ده انا اغير منك يا هنيدي عيب عيب اتقل لا اتقل لا ما تقول ما تسوقش لده يا اخي ما تنجح وانا انت تنجح انا بقى شايل زنبك انك بتنجح الله وانا غايبك الفيلم معايا عشان تفشل يعني واجايبك فيلم معايا عشان تبقى فرجة للناس وتفشل ومتشتغلش تاني انا جايبك عشان انا لها الشرف ان انت تنجح وتعمل فيلم مبطولة لوحدك ايه المقايز اللي العبيطة اللي الناس بقيت بتفكر بيها دي يعني هل يؤقل اللي يعمل ده يبقى محتاج ده نحلكوا لوجيك كده عشان ربنا كلنا متحاسبين قدام ربنا والله 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 عليا يا النعمة من نعمة ربي قسما برب العزة بحبك يا نيدي ولو مش بحبك ما كنتش جبتك معايا الفيلم الله وقسما بالله عمري ما اعرف غير منك انا غير منك ليه عندك ايه مش عندي يا راجل مطرب بس بحب السينما اعرفت اجيب جون في السينما وافتح لك طريق انت بتطلع مشهدين في فيلم طلعتك معايا والله العظيم اسأل احمد البيه بشيل من كلامي لان ما يلاقش ان انا اللي بيغني واللي بقى خد خط الرومانسية ده في اسماعيلها راح جاي يقول يقول بالضحك فبتطلع معايا بسخافة فبقى بيتحط غير الكلام بتاع انا في المشهد وعديلي هنادي لان هو قليا يقوله حمد انت فاهم جبتجون انا تعبت من الناس يا بسمة والله والله تعبت امانة ما هو دي الدنيا اللي احنا عايشين فيها حمد يعني زميها تعبت زيت بقى مشكل ولكن خليك في طب ما تسألي اسألي احمد حلمي قولي احمد تعالى فؤاد اسألي رامز ايه اسألي رامز لا ايه سؤال احمد حلمي يقول نشتغل نفس التجربة معايا حلمي معايا في رحلة حب يعني اسأليه محمد زعالك جوا الفيلم ولا بعد الفيلم انا واقف احمد بقولي والله لو اخوة ما هيعمل معايا اللي انت عملته في الدعاية وفي كل فيش حد بيعمل ده خالص اي مطرب بيقول انا 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 انت مين عبدالحليم حافظ نفسه كان عبدالسلام النابولس اهم عنصر في فيلمه وكانوا بيعملوا افلام معايشة لغاية دلوقتي في حياتنا يعني انا مش عايفة اشتغل ازاي ايه الجو المسمم ده وايه وقعدين يعني يطلع منك انت يا نيد انت اللي تطلع تقول ده او تدي احق ان انا ممكن اكون بغير منك يعني يا راجل اه راعي تعيش في الملح وراعي تعبي معاك في الفيلم ده انا كنت نصحيك منه عشان تجي تمسك اشتركوا في القناة